بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين أما بعد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن بعض المظاهر الضعف في القراءة وفي الكتابة وتعرضنا إلى بعض المشكلات التي يقع فيها تلامذة الصف الأول الأساسي وذكرنا بأن من هذه المشكلات ما هو عائد إلى طبيعة اللغة العربية إذ أن حروف اللغة العربية تنقسم إلى قسمين حروف منطوقة وحروف غير منطوقة والفرق بين بعض الحروف هو إما عدد النقط أو مكان النقط فالفرق بين الباء والنون مكان النقطة الفرق بين الباء والتاء هو عدد النقط وكذلك الثاء الفرق بين الفاء والقاف عدد النقط الفرق بين الحاء والجيم النقطة وبين الجيم والخاء مكان النقطة وهكذا ولكن ذكرنا بأنه يمكننا التغلب على هذه المشكلات من خلال وعي أنا كمعلم بهذه المشكلات وبالتالي تحضير الأنشطة الملائمة التي تجعل تلاميذي يطقنون هذه الأحرف كتابة ونطقا أيضا من أسباب بعض هذه المشكلات العائدة للغة هو قد يكون للحرف الواحد أكثر من شكل حسب موقعه في الكلمة إذا جاء في أول كلمة مثل حرف العين أو الها له شكل وإذا جاء في وسطها بعد حرف لا يتصل به بعد الواو أو الرا أو الزين أو الدال أو الذل له شكل وإذا جاء بعد حرف يتصل به له أي شكل وإذا جاء في آخر الكلمة له شكل كثرة الميران كثرة التدريب تجعل طلابنا يتجاوزون هذه الصعوبات أيضا من الصعوبات التي ذكرناها بالأمس هي طبيعة التلميذ أو تعود إلى التلميذ التلميذ الذي يعاني من ضعف في السمع أو في البصر أو أن هذا التلميذ ليس لديه القدرة على متابعة المعلم أثناء الحصة ما عندوش القدرة يتابع المعلم التلميذ لعوب بيفتح القراءة بلاقي صورة بيعبث فيها بمسكة القلم بسيري خاربش بسيري عمل بسيري ينسم فعلى المعلم إذا نقول لنا متابعة التلميذ وأثناء الحصة لا يكفي أن أتابع التلميذ الذي يقرأ أو الذي ينفذ النشط بل أتابع جميع تلميذ الصف من هذه الأسباب ما يعود إلى المعلم المعلم نفسه لعله ليس لديه إدراك بهذه المشكلات التي يعاني منها الطلاب أو المعلم يا بنتي حد الطبع عصب المزاج تمام ينفر ويعنف ويؤنب ويقمع في التلاميذ لأتفه الأسباب هذا يجعل التلميذ متردد ويجعل التلميذ خائف ويؤثر أن يكون ساكتاً وسلبياً في الصف من أن يكون فاعلاً إيجابياً فيه حتى لا يتعرض إلى العقاب المعنوي من المعلم لذلك يجب أن تكون نحن كمعلمين مرحل أولى من أهم الصفات التي يجب أن تنتصف بها شخصياتنا نكون رحمين رأوفين نستوعب تصرف طلابنا حتى نستوعب سلوك طلبتنا أو تلاميذنا الغير سوية الغير لائقة نضعها في سياقها المناسب هذا طفل يعني عندما يقول شيئاً أو يفعل شيئاً سلبياً لا تكون لديه يعني الإدراك بسوء هذا الشيء كما أدركه أنا وتعرفون يعني يأتينا تلاميذ كل تلميذ من بيئة ومن ثقافة ومن طبع معين وهناك من التلميذ يا أخت الفاضلة من هو مدلل في بيته ومنهم من هو معنف في بيته ومنهم من هو منبوذ في بيته قد تكون هناك أسباب اجتماعية التلميذ هذا يتيم الأب أو يتيم الأم أو أمه مطلقة أو ما شابه ذلك يجب يا أخت الفاضلة أنه أنا قبل أن أعاقب تلاميذي أنه أنا أفسر لماذا هذا التلميذ وأنت يا أخت الفاضلة لديك يوم دراسي كامل تقضينه بين تلاميذك لا تخرجين إلا في حصة اللغة الإنجليزية فقط فعندك الوقت أن توجهي وترشدي وتستفسري وتتحرر الأسباب التي تجعل هذا التلميذ مقصر أو تلميذ غير سوي ومن ثم لا ينتهي عملك أو واجبك معرفة الأسباب بل المساعدة في تلافي هذه الأسباب أيضا يا أخت الفاضلة ذكرنا أن من الأسباب ما يعود إلى الأسرة تمام؟ بعض الأسر لا تهتم بتلاميذها وبعض الأسر تدلل تلاميذها الدلالة الزائد فكلاهما يا أختي له أثار سلبية إذا نحن دللناهم الدلال الزائد ودلعناهم فإن هؤلاء التلميذ يصبحوا متكلين ضعاف الشخصية إلى آخرين أيضا إذا نبذناهم وإذا حرمناهم وإذا عقبناهم في الأسرة أيضا تكلم بعض الأسر يا أختي قد تشغل أبنائها بعد عودتهم من المدرسة في الحقل أو في الدكان أو تكلفهم ببيع بعض الأشياء تمام؟ لكسب شيء من الرزق لأن ظروف الأسرة قاسية وتطلب الأبناء أن يساعدهم في ذلك على كل حال يجب علينا دائما أن نشخص المشكلة حدود المشكلة ما هي بالضبط؟ ما هي أسبابها؟ إذا شخصت المشكلة والأسباب إذن أنا كمعلمة بحكمتي وبعلمي وبحبي لتلاميذي ومساعدتهم أن يكونوا في أحسن حال وفي أحسن مستوى أستطيع أن أتجاوز جميع هذه العقبات اليوم ستتعرض زميلتك هنا رهام أبو حبل إلى مظاهر الضعف في القراءة المرة الفاتت تحدثنا عن الأخطاء المشكلة الكتابة اليوم مظاهر الضعف في القراءة هذه المظاهر إذا أنا أحطت بها وعرفتها إذا ما تكررت من تلاميذي أقول أن هنا إذن في هناك في مظهر من مظاهر هذا الضعف وبالتالي أعمل على علاج هذا الضعف فضل يا رهام بسم الله الرحمن الرحيم سوف نتحدث اليوم بإذن الله عن موضوع مظاهر الضعف في قراءة التلاميذ الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي وتشير الملاحظات كثيرا تشير من الملاحظات الميدانية الواردة من المعلمين والمشرفين والتربويين إلى وجود مشكلات ضعف عند التلاميذ الحلقة الأولى وتعد هذه المشكلات أكثر الموضوعات التعليمية انتشارا بين التلاميذ المرحلة الأولى وتتمثل فيما يأتي المظهر الأول المدول في الكتاب المظاهر ضعف التلاميذ في القراءة صحيح نقطة واحد حذف بعض الكلمات المقرؤة في الجملة مثال يعني حذف بعض الكلمات من الجملة عند قراءتها يعني كلمة موجودة في الجملة ولكن التلميذ يتجاوزها ولا ينطقها مثل مثل جملة زرع الفلاح أشجار اللوز والتفاح في الحديقة نعم اسمع الجملة يا بنتي زرع الفلاح أشجار اللوز والتفاح في الحديقة قد يحذف نعم يقرأها التلميذ زرع الفلاح اللوز والتفاح في الحديقة ماذا حذف؟ كلمة أشجار صحيح نعم ليس شطن يا بنتي هذه الجملة يعني هي بذاتها إذا أنا أعطيتها لتلميذ كل تلميذ سيحذف أشجار كلمة أشجار لا يعني هكذا كلمة مكتوبة ثم يقوم التلميذ بحذفها وليس كل تلميذ يحذفها لكن بعض التلميذ قد يقع في هذا الخطأ تمام إذن هذا يستدعي مني ماذا؟ يستدعي مني يا بنتي عندما أكلف تلميذي بقراءة الجمل سواء من البطاقات أو من على قطعة من صبورة أو من الكتاب أن أتابع وأقوم بإذن قراءة التلميذ وعندما يقع في مثل هذا الخطأ وعود تلميذي إذا كنت بعيد المكتب وأتيح الفرصة للتلميذ نفسه لأعادة الجملة فإن أصاب أحسنت أشكرك وإن لم يصب فأطلب منه الدقة النظر فإذا فشل أيضا أطلب من تلميذ آخر نلاحظ يا بنتي في المدارس أنه عندما يخطأ أحد التلميذ في القراءة فيقوم مجموعة كبيرة من زملائه بقراءة الجمل بشكل صحيح بدون استئذان بدون شيء نعم النقطة الثانية أدركنا أدركنا المظهر الأول في الخطأ في القراءة أدركنا كلمة موجودة في الجملة والتلميذ يتخطها بنظره ولا يقرأها نعم صحيح عكس النقطة الأولى ممتاز إذن عكس الآن كلمة غير موجودة وهو بيقولها وهذا نابع من فهمه تفضلي إضافة بعض الكلمات إلى الجملة أو بعض المقاطع تكون أصلا غير موجودة في الجملة مثال جملة زينب تكتب بلادي فيقرأها الطفل زينب تكتب أحب بلادي يضيف كلمة أحب ولكنها غير موجودة في الجملة من أصل هي أحبه؟ والله أحبه 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 ها هي أغهام؟ ها عديها أحب أحبه الجملة كل ها زينب تكتب أحب بلادي أحبه أحب بلادي أحبه ها ثلاثة احبه 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 نعم زينب صحيح ابدال بعض الكلمات باخرى اذا مرة ثانية من الاول حذف كلمة موجودة اضافة كلمة موجودة تبديل كلمة بمعناها بكلمة بتشبهها بتقريبا ابدال بعض الكلمات باخرى قد تحمل بعضا من المعنى او تكون نفس المعنى تحمل مثال يمكن ان يقرأ الطالب كلمات زي طالب موهوب يقرأها زي طالب مبدع موهوب تحمل نفس المعنى يعني لكن المكتوب موهوب وهو قرأها صحيح مبدع نمر اربان على فكرة يا صبايا يا بنتي هذه المادة مأهوذة من مادة الدورات التي تعطى اثناء الخدمة لمعلمي وكالة الغوث الدولية لذلك هذه قد تأتي منها اسئلة في امتحالات القبول او التوظيف سمعين نعم هذه من اخذتها من الدورات اللي بعطوها لمعلمين الصف الاول او المرحل الدنيا في اثناء الخدمة لان المعلم يا بنتي يؤهل في التأهيل الجامعي ثم وهو عندما بعد ان يعين معلما يعطى دورات لانه يعني يحتاج الى اشياء والمناهج الجديدة تحتاج الى اشياء الى تطور في وسائل التعليم في طرائق التعليم في اشياء كثيرة فالمعلم يستمر تأهيله حتى بعد ان يصبح معلمة وهذا شيء جيد وشيء علمي وشيء طربون صحيح تكرار بعض الكلمات اكثر من مرة دون مبرر لسيما تكون كلمة تصعب قراءتها بعد ذلك يعني كلما زادت احرف الكلمة تشكل لتلمين صف الاول صعوبة كلما كانت اصوات الحروف في الكلمة الواحدة متقاربة في النطق كلما كانت تشكل ايه صعوبة لدى الطالب فلذلك المظهر الرابع من المظهر ضعف القرائي ان التلميذ يكرر نفس الكلمة بكرر الجملة ويكرر كلمة معينة بكيف عند كلمة معينة ثم يكررها ثم ايه يكمل الجملة خاصة اذا كانت هذه الكلمة فيها شيء من الصعوبة من الطول مثلا على التلميذ مثل مثل نجح سامح في ويسكت الطالب ثم يعيد الجملة ايضا نجح سامح في الامتحان فكلمة الامتحان هنا يجد فيها صعوبة الطالب نعم وذلك لعدم قدرته على قراءة كلمة الامتحان يوجد فيه صعوبة في الجملة اربعة وهذه يا بنتي لعلها من اكثر المشكلات القرائية شيوعه انه ايه يبدل صوت حرف بحرف اكثرها باللحظة عند التلميذ الصغار شيوعه لذلك انا باكد يا بنتي اذا اردتي ان تتلافي ذلك عليك ان تكون نموذجية في نطقك الى الحروف نموذجية انطق ببطء انطق صوت الحرف بشكل واضح حتى يا بنتي اذا طفل لديه مشكلة في نطق حرف ممكن يا اختي ان تعالجي هذا الطفل على انفراد وان تجعله يأتي اليك او تقتربين منه وتنطق الحرف وتطب منها ان يركز في فاكي كيف تنطقين الحرف تمام لانه حتى لو لاحظت اطفال صغار عندما تتحدث اليه ينظر الى فيك عشان يقلد فتساعدنا يا بنتي لو احنا كان معانا مرآة مرآة وعندما انطق امام الطفل وهو ينظر اليه اعطيه المرآة وقل انظر في المرآة وانت تنطق فهذه طريقة لا بأس بها قد تساعدنا في تجاوز صعوبات نطق بعض الحروف لدى الاطفال الذين لديهم هذه المشكلة صحيح قلب الحروف وابدالها وهي من اهم الاخطاء الشائعة عند التلميذ في مشكلات القراءة ويقرأ التلميذ الكلمات بصورة معكوسة كأنها يقرأها في مرآة كأنه طبعا لو انا يا بنتي نظرت الى المرآة في هذا يعني حطت كلمة امام المرآة فالكلمة تظهر بشكل مقلوب تمام فقد يقرأ التلميذ الكلمة بشكل مقلوب بدل ان يقرأ كلمة شرق شرق فبقلها ايش اقل بيها لحظة اقل بيها قرش نعم بعض التلميذ هكذا يا أختي حتى يا بنت الفاضلة يعني بتعرفوا احنا كثير من اطفالنا يذهبون الى رياض الاطفال وفي رياض الاطفال يعلموهم الحروف لكن الاسف الشديد انه ليست لدينا مناهج موحدة في رياض الاطفال هذه المشكلة يختمش موجودة بس انا بدي اقولكم اياها مشكلة بواجهوها مع المين صف الاول احنا رياض الاطفال مناهجهم يا أختي الفاضلة لا تخضع الى اشراف وزارة التربية والتعليم ايضا المعلمات التي يعلمنا في رياض الاطفال بعضهن غير مؤهل من توجيه من تلتع دالة بتشتغل فباستغلها مدير روضة او صاحب الروضة وكذا بتلتمية شيكل اربعمية شيكل بشغل مش مهم كفائتها المهم انها تقبل بهذا الاجار الزهيد لانه هو بهم المربع في غياب رقابة وزارة التربية والتعليم في غياب وجود مناهج موحدة بعلموهم الحروف فبيجي طفل يا بنتي يخطئ في كتابة الحرف بيجي عصف الاول وهذا بيعانوا منه معلمين كتير طفل تعود ان يكتبوا حرف الجيم او الحا او مثلا بالعكس بالعكس تعالي يا بنتي عاد وانت تعالي عالجي عاد دام الوقاية خير من العلاج يعني يعاني يعاني كثير من المعلمين من هذه الظاهرة انه بعض الاطفال يكتب الحرف تمام بشكل مقلوع او هو يبدأ بشكل معاكس بدل من يبدأ هكذا لا بيبدأ بالعكس وهذا طبعا في كثير من الحروف يحدث ذلك فعلينا ان نعي جميع هذه المشكلات يا اخت الفاضلة حتى انه احنا نستطيع ان نعالجها نستطيع ان ايه ان نعالجها مناهجنا الجديدة في الصف الاول هذه المناهج يعني تعتبر قائمة على ان احنا كثير من الاطفال لا يذهبون الى رياض الاطفال احنا عندنا تقريبا يمكن تسعة وتسعين في المية من اطفالنا في اقتغز بروح الى رياض الاطفال بس في الضفة الغربية لا ايه يا بنتي نسبة كبيرة لا تذهب بسبب ايه بسبب بعد السكن قرى نائية بعيدة تمام عدد افراد الاطفال في هذا القرية لا يسمح باقامة قرية لان فيش فيها جدوى اقتصادية فيطرون الى ان ذهبهم الى قرية اخرى قد تبعد مسافات طويلة اضيفي يا اخت الفاضلة ان المستوطنات تعانق المدن والقرى الفلسطينية ففي خوف مستوطين على اطفال تسمعوا في الاخبار ان المستوطن دهس كذا ودهس كذا ودهس شوف الحقد الاسود عندهم تمام حتى الاطفال لا يسلم من 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 حقدهم وكرهيتهم اضيفي يا بنتي البعد الثالث ان هناك قرى كثيرة وقعت وراء جدار الفصل العنصري يعني هذا الجدار يا اختي يفتح ويسكر في بوابات خاصة لبرور الفلسطينيين عمزاج الجندي فقد يفتح الساعة 11 او او الساعة 12 او الساعة 22 او كذا فهذا كله جعل ان بعض السكان خوفا على ابنائهم يحجمون من تسجيل ابنائهم في القرى اذا كانت في الرياض اللي خارج هذه القرية فيعني لذلك يعني هذا المنهج بسيط وكويس واذا بدت في المعلمة حتى الطفل لو مر على الروضة بدت في بداية علمية صحيحة فانها سوف تنجح في اكساب جميع اهداف هذا المهج للطلاب وبالتالي يتقنون الحروف ويتقنون كتابة وقراءة ويمتركون مهارات القراءة بإذن الله تعالى فضل واحيانا يقطع في ترتيب حروف الكلمة مش شرط انه يقرأها من العكس في ترتيب حروف الكلمة مثل عسل سعل يقرأها بين حرفين يبدل يبدل ضعف التمييز بين الحروف المتشابهة رسما والمختلفة لفظا مثل حروف التا والثا والنون والشين والسين والعين والغين بين هدو الحروف لأنه تقريبا نفس تقريبا نفس الكتابة نفس الشكل الكتابة هذه يعني الضعف لديه ضعف في التمييز بين الحروف المتشابهة شكلا والمختلفة المتشابهة شكلا تمام الاب الات الاث الاد الاث الار الاز الاظ الاظ هذه الحروب متشابهة في الشكل فلديه ضعف علاج ذلك التكرار يا أختي التكرار وأن نأتي بالحرف في كلمة هذه الكلمة معروفة إلى التلميذ هذه الكلمة معروفة وجميل أن نبدأ بصورة الكلمة جمل وحمل والحرف الجيم ملون والحا ملون مع الصورة مع التكرار يا بنتي واستخدامها في كلمات مألوفة بمصاحبة الصورة فهي أخت الفاضل نستطيع أن نتغلب على هذه الصعوبة نقطة سابعة نحيح عكس النقطة السابقة المتشابهة لفظا والمختلفة رسما مثل الكاف والقاف تقريبا يعني نفس اللفذ متشابهة في اللفذ والذى والذى والسين والذى والدال والتا دلال تلال وهكذا نعم فهنا العلاج القدوة أنا لما ألفظ تمام وأعرض صوت الحرف يعني بيكون شيء جيد اللفذ الصحيح ما أعرض صوت الحرف وهذا الضعف في التمييز بين الحروف ينعكس بطبيعة الجمل على قراءته الكلمات التي تضمن الحروف فمثلا دلال تلال وهكذا أو أضاع بدلا من أطاع وهكذا نقطة البعدها صحيح التمييز بين الحروف العلة فقد يقرأ صامة بدلا من صوم وهكذا بين اللواء والألف نقطة البعدها صحيح مشكلة تتبع مكان الوصول في القراءة وإزدياد حيرته وارتباكه عند القراءة وعند الانتقال من نهاية السطر إلى بداية السطر الذي يليه أتفهمنا ما معنى هذه المشكلة أنه لا يستطيع أن نتبع القراءة بشكل سليم قد يشت عندما انتهى السطر قد لا يبدأ بالسطر الذي يليه قد يعود إلى سطر قبله أو سطر بعده وهكذا نعم عدم تركيز في تتبع المقروق صحيح أها صحيح ألم نذكر يا بنات أنه من شروب صحة القراءة الجهرية السرعة المناسبة فقد يسلع الطالب في مواضع لا يعني ليس من الصحة أن يسلع فيها وبالتالي قد يحدث بعض الكلمات في أثناء القراءة صحيح صحيح عكس النقطة قبلها مرة سريعة يقرأ بقراءة سريعة وأيضا يقرأ بقراءة بطيئة ويقف عند بعض الكلمات ويبدأ يهجيها وكذا فتفقد القراءة ومعناها صحيح طلاقة في القراءة الصامتة وتعثر في القراءة الجاهرة أو الجاهرية نعم تعرف القراءة الصامتة أسهل بالنسبة للتلميذ من القراءة الجاهرية عند الأطفال خاصة لكن لا يمكن يمتلك مهارات القراءة الصامتة إلا أن يمتلك مهارات القراءة الجاهرية أطلب منه أن يقرأ درسا قراءة صامتة واسأليه بعد القراءة تجوديه يفهم وكذا عندما تطلب وقت يقرأ قراءة جاهرية سغرق هذا وقت طويل منه وأكثر من وقت الذي يستغرق وهذا أمر طبيعي أن يستغرق وقت لكن ليس وقت طويل طويل مبالغ فيه نعم ثم صحيح ضعف في فهم ما يقرأ استعاب تعرف واستنتاج ونقط وتطبيق صحيح ضعف في قدرة على تحليل صوتيات الكلمات الجديدة وعدم التمييز بين الصوتيات يمكن يا بنتي هذه المشكلة كانت في المنهاج القديم الذي توظف فيه الطريقة التوليفية أو الطريقة الكلية تمام بس اليوم في الطريقة الجزئية المتعلم فيها هذه المشكلة تتلاشى لأنه يستطيع إذا عرف الحروف يستطيع أن يهجي كثير من الكلمات بشكل صحيح حتى لو لم تكن معروضة عليه فهي عكس الحروف والمقاطع والكلمات عند القراءة مشكلات في التهجئة ضعف في معدل سرعة القراءة لعلمك هذه المشكلة قد تكبر مع التلاميذ حتى وهو في المرحل الجامعي يقرأ جملة فيقرأ كلمة فيها على خلاف ما هي مكتوبة بس مش خلافة يعني عكسة لا شبيهة فيها يعني يقرأ الجملة بشكل يعني يقرأ الجملة كلمة في الجملة تكون هذه الكلمة يقرأها بشبيهة لهذه الكلمة نعم النقطة نعيد النقطة اللي قلناها نعم أنه يعني بعض التلاميذ حتى الكبار منهم وفي المرحلة الجامعية وفي خارج المرحلة الجامعية عسى بالمثال يقرأ شريط المكتوبة على التلفاز أو قرم معينة ففي الوهلة الأولى قد يقرأ كلمة مشابهة للكلمة المكتوبة تمام ولكن عندما يفكر في المعنى تبحى يعيد النظر مرة أخرى حتى يستقيم فيقرأها بشكل صحيح أما الوهلة الأولى قد يقرأ كلمة ولعل في مرات قادمة أأتي لكم بأمثلة على ذلك وأيضا مثل بيت يقرأها بين نعم في اختلاف بسيط نعم القراءة في اتجاه خاطئ بالعكس يقرأ من اليسار لليمين القصور في القدرة الأساسية على مهارتي الاستيعاب والفهم أخر نقطة يعني في أيضا عننا مشكلات أخرى غير التي ذكرت وهذه المشكلات اللغة وخصائص اللغة وطبيعة اللغة منها الحركات القصيرة والحركات الطويلة الضم والواو الفتحة والألف فتجد يا بنتي بعض التلاميذ قد يشبعون الضم مثلا معه تمام يكتبها يكتبها يا بنتي معه تمام وهكذا الفتحة يشبهها ألفا والكسرة يشبهها لدرجة أن يكتبها نون وهكذا فهذه أيضا تعود إلى طبيعة اللغة ولكن يا أخت الفاضلة المعلم بخبرته تمام وبنزوله إلى مستوى تلاميذه يجعلهم قادرين على أن يميزوا في الكتابة بين الحركة وإشباع الحركة كيف يفرقون في الكتابة بين تنوين الفتح والنون الأصلية في الكلمة يعني ما يكتب لي تنوين فتح تمام الخطأ يكتبها كتابا هذا خطأ طيب كيف أجعلهم يميزون بين تنوين الفتح ما هي الثنتين التنوين ما هو يلفظ نون حرف نون صوت صوت النون كيف أجعلهم يميزون في الكتابة بحيث لا يخطؤون بين التنوين وبين النون في آخر الكلمة من الشطورة طيب شوف أنت عارفة يا رهام أجرب كتابة تكون مفرد يعني نحكي لهم كتابة تكون مفرد الكلمة التي تكون شيء واحد بنفعش نحط نون لا يا شيف لا مش في هذه القرآن اسمعي يا بنتي اسمعي الفرق بين التنوين والنون في الكلمة أن التنوين يكون زائد إذا أنا حذفته لا يتغير معنى الكلمة لكن النون الأصلية التي في الكلمة إذا أنا حذفتها فيتغير معنى الكلمة أو لا يكون أصلا معنى الكلمة عندما أقول أفنان أقول أفناه تغير أو لا تغير لكن أقول كتابا كتاب تلميذ تلميذ غسان غسا إذن كيف بدأ أعلمهم أنه جرب احذف صوت النون إذا البقى المعنى صحيح فهذا يكون نون نكتبه بالطريقة إذا نفضنا تنوين فتح أو ضم أو كسر أما إذا أنت شكيت في أن هذه الكلمة تنتهي بتنوين أو نون فأحذف النون تمام إذا تغير معنى الكلمة أو لم يصقم معناها إذن معناته هو إيش نون أصلية أفنان ما بقدر أقول أفناء غسان ما بقدر أقول غساء لكن أقول ولد 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 كتابا كتاب وردة وردة وهكذا فهمت علي ولا ما فهمتوش طب مين تعيد اللي فهمتو تفضلي أعطيها للميكروفون أنه الفرق لما بدنا نعلم الأطفال أنه كيف يكتبوا النون أو التنوين النون لما نحكي كلمة النون يحذف النون النون يحذف النون أما التنوين يحذف النون إذا تغير معنى الكلمة فيكون هذا حرف نون نون أصلا أما إذا لم يتغير الله يفتع ليكي من كمان تعيد أعطي أختنا في الآخر أعطيها الميكروفون نطلب من الطالب أن يحذف صوت النون فإذا استقام معنى الكلمة يكون هذا تنوين وليس نون أصلية أما إذا لم يصدق من المعنى تكون النون هذا حرف أصلي في الكلمة تعايد أحسنت شكراً لك برك الله فيك ما اسمك عايد هند هند العايد هند أحسنت شكراً لك طيب قد أيضاً تكون هناك يعني لدى التلاميذ بين الهاء والتاء المربوطة والمبسوطة أتذكرنا في المحاضرة السابقة كيف فرقنا نجعل تلاميذنا يفرقون بين التاء المربوطة والتاء المبسوطة والهاء من تذكر لنا ذلك أعطلاً ولاء وريني كيف يا ولاء تجعلين تلميذاتك يفرقنا بين الثلاثة حروف هذه المتقاربة أو المتشابهة التاء المربوطة إذا تم تشكيلها تلفظتاء وعند الوقوف تلفظها ممتاز مثل الحضيرة 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 ت ت ت لفظناها تاء بالتشكيل في الوقف الحضيرة إذن ما تلفظ تاء في حالة الشكل وهاء في حالة السكون فهذه تكون تاء مربوطة ونميزها في الكتابة التاء المربوطة تكتبها زي هيك أو زي هيك نعلمهم كمان في الكتابة يميزوها ها نعم أما الهاء عند التشكيل تلفظها وعند الوقوف أيضا تلفظها نعم إذن في حالة الهاء في الشكل وفي عدم الشكل من الفظهام نقول ذهبت معه إلى شاطئ البحر ذهبت معه معه ومعه التنتين رفضتهم إيه ها فهي ها أما التاء المبسوطة أما التاء المبسوطة عند التشكيل وعند الوقوف تلفت الله يفتع عليك كتبت سعاد الدرسة تمام آآ آآ يعني آآ تاء التأنيت دائما تكون إيه تكون ساكنة في تاء مثلا جمع المذكر السالم آآ التلميذات مجتهدات التلميذات التلميذات نفضناها في التشكيل إيه تو التلميذات إذن في التشكيل وفي التسكيل تبقى التاء المبسوطة لفظها تاء من تو جزء الثلاث بدون أمثلة توجز لثلاث حالات كيف أميز فيهم تفضلي ما اسمك أنغام أنغام جمع ما اسمك ما المفرد هي عارفة لذلك يا بنتي دائما افهم السؤال العلماء يقولوا فهم السؤال نصف الإجابة يا ما فيه ناس تكون قارئة يومية في المية تمام لكن بصير عندها لبس في فهم السؤال فتجيب جوابا آخر غير صحيح فدائما نفهم السؤال شايف كيف عند المربوطة عند التشكيل ها تا وعند الوقوف تنطق ها أما المربوطة ها تنطق عند التشكيل والوقوف ها والتا المبسوطة تنطق عند التشكيل والوقوف امبسوط. الله يفتح. شفتوا أسهلها يا صبايا. طبيعي اللي بيكثر او بعمق فهم قلابك كثرة الامثلة. نحن الآن مستخدم امثلة بالصوت. لكن انت بكرة بدك تجيب بطاقات او تكتب على اللوح وتلوني التاء وتلوني الها وتلوني التشكيل وتلوني التسكين. تمام? ضرب الامثلة بانت يعمق فهم تلاميذك ما بخلوه تنساها مع ايه? ما استخدام البطاقات والوسائل والصبورة. نعم. وبين همزة الوصل وهمزة القطع. طيب من تقول لي يعني ما هي يعني ما فهمها بديش تعرف ليها تعرف دقيق. بس ما فهمها لهمزة الوصل. ايش معت همزة الوصل. ايوة يا مارلين. لا لا. طيب من تكتب لي همزة الوصل على الصبورة وهمزة قطع? اميرة. اميرة. تكتب لنا همزة الوصل وهمزة قطع على الصبورة. هذه همزة ايش اميرة? وصل. نعم. شكرا. اذا هاي همزة الوصل. نكتبها كذا يا بنتي. الف. هذه همزة وصل. همزة القطع نكتبها الف. اذا كانت مفتوحة او مضمومة. نكتبها الهمزة فوق. اذا كانت ايه مكسورة نكتبها تحت. وصل يا بنتي لانه نوصل الكلام في بعضه. قطع لانه لازم انا اقطع الصوت اظهره في همزة القطع. سموه قطع لانه الصوت لازم يظهر فيها. بقول اه اخذ احمد الكتابة. اخذ. لو قلت ذهب احمد الى صديقه واخذ منه الكتابة. همزة القطع اذا انا بدت فيها بانطقها. واذا اجت في درج الكلام او في وصل الكلام بانطقها. بينما ركزوا معي الى همزة الوصل. همزة الوصل تظهر صوتا في بدء الكلام. وتسقط في درج الكلام. ايش يعني? اذا انا بديت فيها بانطقها. اقول اجتمع الوزراء يوم الجمعة الماضي. اجتمع. اه اه اجتمع. الوزراء. استنتج العلماء. لاحظين? اس اه اه استنتجا. لفضها. 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 يعني اذا هي يا بنتي بتعريف اخر هي تثبت رسما ونطقا في اول الكلام. او في بدء الكلام. وتسقط في وسط الكلام. اقول اجتمع الوزراء. تمام? واستنتجوا حلا للمشكلة الاقتصادية. اجتمعوا واستنتجوا. لما قلت استنتجا همزة همزة تمام? فهمزة الوصل يا بنتي. اذا انت بدك تعرف هذه الكلمة مبدوعة بهمزة وصل او قطع. حطي قبلها حرف الواو او حرف الباو ونطقيها. اذا استطعت يا انت انطقيها. فتكون همزة وصل. لكن الاصل انه انا اكون عارف القاعدة تعدها. جميع الاسماء اللي في الدنيا باللغة العربية. سواء اسم انسان او جماد او اسم صفة او غير. همزتها همزة قطع. اسلام. اسماء. اي اسم? اسد. همزة همزة ايش يا صبايا? ما عدا حوالي ثمن اسماء باللغة العربية. تمانية تقريبا. لا تتناوز عدد اصابع اليد. همزتها همزة وصل. زي ابن. وابنة. وامرأة. وامرؤ. واثنان. واثنتان وجمعهما طبعا. وجمعهما. هاي الهمزتهم همزة وصل. في الاسماء. والباقي كله همزة ايه قطع. بالنسبة الى الافعال. لما اقول الفعل الخماسي او الفعل السداسي يعني الفعل اللي في حالة الماضي مكون من خمس حروف او من ستة حروف. اجتمع. استنتج. استمطر. استفعله. الافعال الخماسية والسداسية. يعني الفعل بتكون من خمس حروف ماضي. او من ستة حروف. الفعل الماضي. والامر منه. والمصدر همزة وهمزة ايه وصل. همزة وهمزة وصل. اذا بتظل الافعال الثلاثية والرباعية همزة همزة قطع. الفعل الماضي الثلاثي. الامر منه. وصل. كتب. اكتب. شربة. اشرب. همزة وهمزة ايه وصل. فالاصل هو ان نكون لدينا معرفة باين تقع. او متى تكون همزة الوصل في الاسماء. ومتى تكون في الافعال. حتى نفرق. فالتنميل اذا احنا معلمي. انا على يقين انه كثير منا يخطئ في ذلك. ولديه لنبس في التمييز بين همزة الوصل وهمزة الهداء كم. فا. يعني اه. اش شكرا اليك. شكرا يا ريهان. بارك الله فيك احسنتي. شكرا اليكو يا بنات في اي سؤال اي صف صار. شكرا و الى اللقاء ان شاء الله السبوع القادم.